أنا ما أصور في العالي يا جماعة بس هاي الشيخ غلط لازم لازم تتكلم عنه ياي مسافر بتيشة وشنطتي أكثر ممرة يا بوني هني قال عاوش شنو لو سمحت الشيخ ممنوع التصوير مجرم تاجر خلينا تتكلم خلينا تتكلم معلي بس هذا ما عليك يا مرحب لما قلت لك ما سمعتني بصراحة لو سمعت قال لك لا تصور شنو عندك أخوي ما علي شيخ ولا لوي حقما ليش ما فهمت دكتورنت ولا شنو أنا ممدكتور الشيخ وهي إجراءاتنا إحنا نتبعها ويا كل مسافر تباك الموضوع الشخصي أنا مضايق في شيخ لا شيخ أنا ما عارفك أنا ما أصور في العالي يا جماعة بس مجرم تاجر خلينا تتكلم خلينا تتكلم لما قلت لك ما سمعتني بصراحة لو سمعت قال لك لا تصور أنت عمار عمار يجرب صح حياتك معي تطبع عمار خانا أقول لك شغلا أنت نظرت للموضوع من زاوية ضيجة ترى الجمارك ومهام الجمارك أكبر ما أنت تتصورها أبيك تلتفت وراك وشوف الناس اللي حوالك خلفي بالك لأي شي يدخل البلد المسؤوليات تعرف شيء شراك تجرب معنا حياتنا اليوم واحد تصير ضابط جمارك هيا نعم تجربتي اليوم ضابط جمارك حرفيا ما رأي شانا بيصير سعزم نتجرب هياكم شباب كل من تجربين هنا هياكم والله شباب اليوم في الدورة التأسيسية لضباط الجمارك طبعا لازم نعرف شباب لضابط الجمارك العديد من المسؤولية من أهمها تفتيش الأفراد عبر المنافذ الحدودية لمملكة البحرية ما إييك المسافر يمكن أن أنت تسألة بعض الأسئلة هي تولد عندك ماشيرات الاشتباه يمكن اليوم أنا تسألني أقول ما شو نهايب معاك صيدة وطبعا أي عملية تفتيش أنت راح تفتش فيها لازم تكون من خلال هذه العدد الموجودة قفازاتك بعض الحقائب أو بعض الطرود لازم أن أنت تلبس لها كمامات هذه tools book سعادة في بعض الحقائب فيها محتويات تحتاج أن أنت تفتحها أول خطوة تخليه ظهرة عندك واجهم من قابل الطوف ستكون أنت وراء يادك في منتصف ظهرة ريلك في منتصف بيلا لماذا في الحركة؟ على الأساس أنت تتجنب أي ردة تفعل منه طبعا بتبتدي من فوق ونتنعزل كل المناطق التي يمكن أن يتم تحريب فيها نحن اليوم كضباط جمارك لازم نتميز بالعديد من المهارات وأهمها لغة الجسد مهما يكون دائما المهرب يكون على أعصابك ويحاول يتصنع لك أن أنا ما عندي شيء لكن body language يفضحه أنت دائما تخلي في تصورك على ما تستفهم ليش فلون ما قاعد يطالعني ليش فلون قاعد لما تقلق يفكر في الإجابة هناك أمور سرية ما نقدر نتكلم فيها المعلومات اللي أعطونا خطيرة بس ما نقدر نقولها سرية راح الهم نتعلم أن هناك في بضايع تدخل لمملكة البحرين وراح نتعامل معها في نظام وإجراءات تسمى نظام التخليص الجمركي حلوة الفكرة أنا لازم تعرف شنو داخل البضاعة قبل ما نتفتحها عشان نتعرف شنو نتفتحها ما تخربها فأنا أخذ احتياطي قبل لا نفتح بحيث ما تحاول تأثر على البضاعة اللي موجودة داخل تأكد من خلوة من أي ممنوعات يتم طابقته بالبيانة الجمركي راجع مثل ما كان ونسكه قالوا لي يقولك ما يصير يفتشون بضاعتك من دون وجودك أو اللي مثلك أي حق من حقوقك فقط مثل ما احنا عارفين أن العلم في تطور وكذلك أساليب التهريب في تطور أيضا عشان شذي لازم نكون جاهزين جهاز كاشف حق المواد المخدرة ياب توجيه الليزر عليها أو أخذ عينة من المادة مجرد أنك تسك خلاص يعطيك النتيجة وما تضيروح عن بالنا نحن كضباط جمارك عندنا قيا الأمانة النزاهة الشفافية المسائلة الاحترافية ومن بعد ما ننتهي الدورة التدريبية راح تنزلون إلى أرض الواقع وتعيشون دوركم كضباط جمارك عمر حياك معنا حياك حياك قد بدلتك ورح نبلش من المكان اللي بتديت فيه المطار المطار طبعا نحن بروح للمسافرين لازم تحطر عين الاعتبار راح تتعامل مع أشخاص متناعة الفقير الغني المتعلم الأمي وكل هاي تحديات ورح تلقى من بينهم مهربين هاي الشنط كلهم تشونهم قال ما يدشون تريد كم شنطة في اليوم تقريب من 10.000 إلى 11.000 شنطة طبعا هذي خبرة سنين راح تتعلم شنون انت تكشف الأشياء بالأكس راي حب نروح للمسافرين شون ممكن الناس يهربون هنا المجوهرات أموال طبعا لأن أشياء الثامينة دائما تنشار باليد إذا هني صاد شيء هو يبقبهم فهو يكلم المراقب بالقاعاني بصلنا الخطوة الأخيرة المسار الأحمر أول شيء تطلب منها جوازه تكون متسم له توجه علي الأسئلة سبب زيارته هل تعمل هنا؟ تعمل؟ 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 هذي طبعا من الأشي اللي تواجهها اللغات تستح الشانطة تفتح أول شيء لازم تطلع الأقراض كلها اللي بره طرح هالها دولة لازم تفكر منها ياتوا مرة هم يستخدموا الخلالات في عاملات التهريم ساعات يبين من بره وساعات استدعينا البطلة تشاكين فيها هذي لسانك البون ممنوعنا هذي المسافر مش تاكين فيه شاكين فيه من قلب يايب الثياب بنات وخاش أشياء الداخل مع البنات دايما أن تتفتش تكون عينة بين البنين حق المسافر وحق الشنطة عشان تشوف ردة فعلة تلاقي كلها يايب سمتش تغيروا يايب سمتش لازم نفتحها نتشاك داخل ليش لأن دايما نخشون داخل العكل خيال فنان تتو يايب مجموعة تحبر معه ما عليه تصريح الآن سنتروح لقوزارة الصحة اللي أهم يعطونك رخصة إي أو لا شوفهم شون صار في عندين واحد نشتغل فيك اللي تتغليش لبارعه طب تتشم بارعه في عندهم تواصل مع بعض عطوني خبر أي واحد هل يمكنني رؤيتك يا فاسر؟ هيا رحي حسنا سيدا هل يحبون بحين؟ بس ما يبين شون شفته هيا نشتغل هيا هم في صوت؟ نشتغل هم؟ كم هي الأنساف الأحمر معناه إن أدوية ممنوعة فراحنا بنحيل على مكتب وك rightly المخدرات مخدرات مخدرات هواري تغنيین بحر شارك تجري شيخ الله ثاني شارك الإ JB مه بحر طبعا احنا ننتوجه حق لميناء مش ش ما معرفته ألا حين الجمارك مهمة اللي يمنعون الأشياء، تخيلوا الجمارك جهة تنفيذية تنفذ غرارات من الوزارات وهيئات حكومية أكثر من 44 جهة مكان كبيري طبعاً هني كل التخليص يكون في هذي المكان بيكون عمر معاتش طب بيش تعلمينا شنو بعد تقومي فيه تخليص ها؟ اي تعرفين ما أعرف يعني شن تخليص مسكالي شو رحي أعرف تخليص عبارة عن مضايا عيبها التوجر أوكي فإحنا نقوم ندقيق على المستندات اللي قعد يرفقها التوجر كل التاجر لازم يكون هنا يخلص ونا حقت إن المنفذ مو في أحد كل البيانات اللي صارحان هونلين والليون مين؟ أعرف ما تريد تقول مشاكل أنتو تحلون المشاكل ولا تصيدون المشاكل نحل مشاكل أكثر وما نصيد احنا نصيد بس التحريب تحريب شنو؟ هاي منت اليوم ها؟ هكي شخص مستورد استورد غتال شوفوا هني اليونتو برويز حوطة 12 دولار بالدارزة يعني الحابة واحدة بشام؟ دولار واحد ما أقوله غتال واحدة بدولار واحد معرف شنو تعرفون؟ عندنا ديتابيس عندهم معلومات لكل المعدات تقريبا يعرفون معدل سعرهم لأنه واحد حط السعر أقل شنو يبي؟ يبي تهرب حالة واحدة بس ها صادوها اليوم يوم من 15 أرب قطعة تهرب من 46 ألف دولار لأننا نحمي اقتصاد ديراتنا نحمي اقتصاد ديراتنا ما قدر أقول الرقم سيعتبر واحد من أكبر المصادر للدخل في البحرين أول مرة رهن معلومة أمارك سمعنا النجاة من العمليات اللي طالبين في كيناين من عادة إذا طالبون كيناين أكيد فيه شي مشتبه فيه طالبين كيناين مريق اللي ماذا بالشناب وشاكي مش شيء سعيك سعيك أخير على الوهاب أحاول يواطنة الجسم غريب دخل كثافة مات علامة الدن اشتباه ما يفتشونها المفروض كبر لا لا هالي نظام غديم أحيانا في الواتشوف هذه الصورة تعبر الشاحنة ويتم مسحها وتعطي أنها هي صورة التحليل إلا في حالة صار اشتباه ونحولها على البصر المعني أكيد 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 عمار ون رايح حياك مرة السيارة الثانية حياك صجق؟ قد عاثر أعطيكم العافيةما أضرغ الحاوية أوبتش البطاعة سوف نبقي واحدة نشيلها لعدم يكون الجسم الغريب لنشي فريق الكينئين إنطرين هناك كيف تفتح؟ ما هي الفكرة؟ ما نفتح الليش من على الجلب تكرم لأنه كونه متفجرون؟ عندهم تشلب مخدرات وتشلب حق متفجرات الآن يبين مكان الريحة في ودي خشمة مكان الريحة الشغالة يبيننا فيه شيء شو فيه قاعد شذيء؟ الجلب شوفه شو نقوع الحالية يعني أكيد فيه شيء دعنا نقوم إحنا دعنا نقوم لأنه فيه شتبور وين نروح؟ خمسين متر على النقل خمسين متر لأخلي مع طاقة الشباب ورفض العمليات عندنا اشتباع في مواد دواء العريبة قدريني مساعة لمان كلنا صلاة وعطى اشتباع فيه مواد متفاجرة خمسين شيء كلاوية شنو مالف لاما طلع 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 كي؟ شنو مالف لاما شنو مالف لاما شنو مالف لاما شنو مالف لاما اشتباع هذه صحيحة صحيحة؟ صحيحة؟ اشتباع البسيط طلع مادة قابلة لانفجار ممكن تنخلط وتسوي انفجار كبير الحمد لله اللي ستر صحيحة صحيحة؟ اه اوكي نطلع الجسر طالبين سنال والظاهر في عندهم زحمة وعين شاكلا ممخلصين اليوم ها نحين طبعا في اكثر منفذ زحمة اللي هو الجسر شن سيارة لاما 300 ألف 300 ألف 300 ألف يطفون؟ نعم 300 ألف شخص يطوف من اليسر كل ويكي في هالحدود تقريبا خوية عمار الرحيم رح نروح الساحة التفتيش انا شو ما سوي؟ انت بتكون على المسار الأخير هنا شخص وارئ يلا جرب وبتشغل بعدها لا آه رطب ها؟ من وين يا بينا؟ قطي السلام عليكم كيف هو؟ برمكت يعني حصل لكم زيادة يمكن عشر سيارات حر رطوبة مو طبيعية السلام عليكم خضر سانسو كنت شايفت والله والله يمكن نمبر ثيرتين أعطوني مسؤولينا فاتشا ما هذا؟ هيا يبون مواجهة غذائية كبيرة أكبر من استخدام شخصي فممنوعة أنه ممكن يبيعها ممكن تكون فيها شيء أنه ما تكون صالحة للناس عندكم شيء للجمارك جميل عوائل بس أقول لك بعض الناس من تشك تشك في كل أحد قريب لحد شيء عليهم مشتباه شيء فيه شوية صح؟ هياكم بس نزلون من السيارة مبري ثلاث إلى أثر موسيقى 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 شكنا فيهم بس ما أطلع عنهم شيء دخان السيارات محر كمية الناس الأداء اللي لازم تركز فيه مزعب جداً فيه استراحة سامحا!!! ممتعورين على هاذي كلش طبيعي podcasts and sports يعني أنت لازم تمركز أتاون خط بروث كدير كقدير سوع ساعة ثوم الوفي ينفس نجرب يلام اطلعته وعطوني ملاحظة ماي sitting قال للعمر أنت وانت بسوي فيها اكشن تخيص عليهم ويزعم تصيدهم قال لي أنت مو بس شديد ضابطت جمارك أهو الواجهة الأولى البحرين أنت بيتوفونا كل واحد يتعاملون معاك ابتسم مضحك صولف مرحبا الشيخ مرحبا الشيخ مرحبا الشيخ مرحبا الشيخ شونك يا بيت لا لا سكرت منها تعبان يا أخوي بطريق طويل بطريق طويل بطريق طويل بطريق 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 حياك الشيخ السلام عليكم تشير لنا رأي الكيناب تفتح الصندوق شنو هاي بطريق ها؟ متوقف ممنوع التلفين الشيخ ممنوع التلفين الشيخ ما ديه ما ديه ما ديه مرحب الشيخ رأي الشيخ رأي رأي كانت الملامحة قابل مرادا لزياد Bh7 هل قلت إلى الداخل خطرات قلنا لك أنه عندك شيء حق يصل جمالك عندك ممنوعات جزيز turned to be الخطرote زيان عندك مخطأ من بداية توقعت ان الموضوع شخصي تنوخ الموضوع شخصي انا بلايقك في شي لا شيخ انا ما اعرفك بس طلع جدا شخصي يخصني و يخص عائلتي و يخص اصدقائي و كله احبه ان اي شي يدخل البلد المسؤوليات امي اليوم كانت شا السوق ما صارت اي انفجارات انا نقوم لانا فيه اشتباه و نرفض العمليات عندنا اشتباه في مادن اخوي الصغير يدخل و يطلع و ما نخاف عليه من المخدرات احمر معناك ان ادوية انا اختي ابوي و حياتنا ما وجهنا اسلحة وتهديدات يمكن ما حسيننا لانا هذي الطبيعي طول عمرنا لكن صدقني ما كان بيكون بهالطريقة لولا الجمارك عمر يجرب عمر يجرب عمر يجرب يجرب صيدو صيدو يلا روح صغير 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 روح اشتركوا في القناة